بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ شاء الله طيبين اليوم جابت لكم حلويات حلويات وضيافة حلويات أعراس حلويات مشاريع اللي يعملون مشاريع كنا نعملها أيام ضيافة أياما كنا يعني خمس سنوات أنا اشتغلت في الضيافة جبت عاملات وكنا نعمل أشكال وألوان وهذه منها يعني كلها ترى الحلويات سهلة وأرخص كثير مما تشترونها من بره لأنه أنتو تشترون مو بس قيمة المواد من الناس تشترون تعبهم بعد وشغلهم ووقتهم يعني حرام إذا أنتو تعملونها في البيت ترى ما تاخذ وقت ولذيذة وفرش ومو ضروري تعملون كميات كبيرة عملوا شوية كده على قد العزو ما أصلا تقعد يعني إحنا نقدمها دائما مع القهوة أول ما يجون له ضيوف فإيش الواحد هيأخذ حبة حبتين يعني مو ضروري تعملونها الكميات الكبيرة إلا إذا زواجات أو مناسبات إحنا دائما نقدمها مع القهوة العربي في بداية الضيافة بعدين صاروا الناس يحطوننا بعدها قهوة تركي بعدها صاروا كابتشينو صاروا تبارك الرحمن كل يوم يطلع فان جديد هذه هي شيك وأنيقة ومرتبة وبسيطة وسهلة والمفاجئة المفاجئة إنها لذيذة على الآخر هذه القهوة العربية الآن قلون لي نبغى الطريقة الطريقة نزلتها كم مرة في اليوتيوب في قناتي مع أشياء ثانية دوروها في فيديو الخنفروش شايفين من جوة مقرمشة وخفيفة ولذيذة للأمانة يعني مبهروا فيها اللي أكلوها مبهروا فيها جداً لذيذة ومقرمشة وبسيطة مقاديرها هذه ثلاث مقادير وخلاص خلصنا الآن نشوفها كلها مع بعض الثاني بعد أسهل وأسهل بالشعيرية الباكستانية الآن إذا ما عندكم شعيرية باكستانية حطوا مكسرات أو حطوا البسكوت الفيوتن الفرنسي بدالها الفوتن شايفين هذه حقينها في الأعواج مقرمشة ومن جوة لينا فيها مكسرات وشوكولاتة من أسهل والله الحلويات اللي عملناها ما الحين هذا أول لبل الشعيرية هذا شعكيس الشعيرية نص كوب لوز محمص مطحون فول سوداني ونص لوز وشوكولاتة كوبين شوكولاتة غامقة وكوبين شوكولاتة فاتحة كوب أو أكثر شوي كيك شوكولاتة يكون عندكم كيك شوكولاتة زايد فتفتوا وحطوا ما عندكم حطوا بسكوت شوكولاتة كله يمشي هذا بسكوت أوريو وكريمة الحين في القدر أنا عدسيتوا على النار وأنا أصور مع ريشلة خلونا لهالدرجة يكون صاخن بس ما في مشكلة نحط الكريمة نحطوا الشوكولاتة الغامقة خلاص نطفي النار لأنه القدر حار أنتم شايفين نقلب نقلب لما تذوب الشوكولاتة في الكريمة كوبين شوكولاتة قطع سيمي سويت اللي يعني شبه محلة للطبخ الغامقة ونص كوب كريمة إن فتفت الكيك بإيدنا كيك شوكولاتة جاهز أو مثلج أو أنتم عاملينوا في البيت نحط كوب نحطها لكل مكسرات فول سوداني بندق جوز جوز اللي هو عين جمل كوب أوريو مكسر أو بسكوت ديكستيف الموجود أي بسكوت عندكم بس أنا الأوريو يحبون عندنا كثير نخلط شايفين هذا قوامها لكن إذا خليتوها غطيتوها شوية رح تنشف حتشرب كل السائل ناخد قطعة ونعملها زي القمع بإيدنا كده شوفوا نعملها بإيدنا بحيث من تحت يكون عريض ومن فوق ضعيف مثل القمع زي كده الآن نحاول بحلة ثانية قدامكم شايفين نحاول يعني عملوهم قد بعض أحلى قدر المستطاع أكيد يعني أنتم مو آلة يعني قدر المستطاع شايفين مقرمشة الحين الشعيرية الباكستانية نكسرها وهي في الكيس عشان ما تتعبنا نكسرها تمام تمام نفرشها في صينية شايفين لازم نكسرها في الكيس لأنه لو بدون كيس مرة تتعبنا وقلت لكم إذا ما عندكم شعيرية ممكن تحطون حتى بسكوت مطحون لوز مطحون البسكوت الفرنسي حق الحلويات الحين بإيدنا نكسرها أكثر نفرشها في صينية ندخلها فرن وصب لما تحمر في نص المدة نطلح نقلبها شوية بالملعقة ونرجعها عشان كلها تصير لون واحد أنا عملت مقدارين الحين في قدر نحط في موية نحط في وعاء في شوكولاتة بالحليب كوبين نحط لهم ثلاث ملاعق زيت زيت نباتي عادي أي نوع زيت ذرة أو زيت دوار الشمس بس مو زيت زيتون ننتبه زيت زيتون طعم قوي نحاول ننتبه يعني مش نحاول لازم ضروري إنه ما تدخل ولا نقطة بخار أو موية في الشوكولاتة بعدين تصير زي العجينة ما تسيح الموية يخربها بس بالزيت ونقلب نقلب لما تسيح لو شفناها قاسية ما ساحت نزيد شوي زيت عندي هنا الشعيرية شايفين طلعتها أقلبها ورجعها الحين عندي شوكولاتة ساحة أشيل منها وحط في فنجال أو كاسة صغيرة عميقة عندي هذا الشوكولاتة حطيتها في الثلاجة تبرد ليلة لو مسعجلون حطوها في الفريزة نص ساعة لو مسعجلين مش مسعجلون أنا مدرسة لقع عربية في يوم الأيام المهم نغمسها شايفين لأنه أسهل لما يكون صغير على قدها بالشوكولاتة السايحة وبعدين نبغطها تمام تمام بقوة عشان الشعيرية تلصق فيها باقي الشوكولاتة السايحة في القدر في الموية الدافية عشان ما تجمد نحاول نوزحها أنا عندي هذا الشبك حطيتم عشان نصيرون بعاد عن بعض ضعمها يجنن وشكلها يجنن لازم تكون هذه باردة عشان بسرعة تلصق فيها الشوكولاتة يعني خطيتوها في صحان أو زبلية كبيرة اتعبكم لما جون تقمسونها بالشوكولاتة لكن بالكوب أو بالفنجال بسرعة وخاص هي باردة على طول تجمد عليها الشوكولاتة شايفين نهزها عشان الزايد ينزل ونضغطها تمام تمام بالقوة بالقوة عشان تلصق الشوكولاتة نخليها تبرد وبعدين نقدمها الحين حوريكم كيف قدمناها الحين الحالة الثانية فول سوداني حمصناه بالفرن والبسكوت الوافر بالشوكولاتة وشوكولاتة بالماكنة نطحن الفول السوداني تكسير ناعم بس مو مطحون بودرة لا والبسكوت انكسروا بيدنا هذا الوافر في كل السوبر ماركت ينباع طعم الشوكولاتة لانه فيه شاي بالبندق وشاي بالشوكولاتة لا انتو اختو اللي بالشوكولاتة نكسروا بيدنا يتكسر تعرفون انتو بسهولة جدا حتى مون نعجنوا عجينة خلوا في قطع تصير حلو ويا الأكل زي كده نحط له الحين الفول السوداني يعني اذا حطينا مثلا كوبين بسكوت مطحون نحط له كوب كامل فول السوداني يمص الحلاوة الزايدة ويعطي قرمشة وطعم رهيب شايفين الحين نعجنوا بال نوتلا العادية هذا هي النوتلا النوتلا نحط اللي يعجن ما نبغاها صير مرة لزجة بس نحسها انها متراسكة نحط شوية ونعجن لما تحتاج نحط شوية زيادة يمكن ثلاثة اربع ملاعق حسب الكمية حقتكم يعني شفتوا اسهل من هالحلة هذي ثلاث المقادير بس يعطيكم طعم امانة اللي ضاقوا قالوا لي من فين جبتي هذا الحين اي قالب عندكم حتى لو ما عندكم قالب بقيدكم عملوها كور أو بيضاوي زي الكوبة اذا ما عندكم قالب انا حبيت شوية تفنن نحط بالقالب نعبي عشان يدخل في الزوايا الحادة يصير تمام تمام شايفين مقرمش رائع يعني الطعم وما تتخيلون هو كده تقدمون اصلا بدون شي رائع بس احنا لا عملنا له شي زيادة الخير خير شايفين لازم تضغطون تمام تمام اي قالب يعني اذا مو هذا القالب شكل ورد اللي يتحبون بس تضغطون تمام عشان يدخل في الزوايا ما يصير الشكل مشوه يصير عندكم الشكل يعني شكل المحلات الراقية هذا الاشياء البسيطة لما تنتبهون لها يطلع شغلك ممرتب العجلة ما تنفع في هالأمور مع انه سريع الحين اصاخم برضو مويا احض شوكولاتة بالحليب وحط لها نفس الشيك وبين شوكولاتة بالحليب حطيت ثلاث ملاعق زيت وبعدين زيتها بصراحة حسيت انه ناشفة حسب نوع الزيت وحسب نوع الشوكولاتة الماركة في بعضها تسيح بسرعة وفي بعضها لا يبغى لها زيادة بس ما في سائل لا والمو يما شايفين من برة الحمام المائي ما تغلي على درجة وسط لو غلط تخرب الشوكولاتة نقلب لما تسيح شايفين ما يصير ناعمة ما فيها كتل شوكولاتة هذا هي الحين هدولا برضو حطيناهم في الثلاجة أو في الفريزر لما يصير بارد تمام نرفعهم شايفين كيف شكلهم ومرتب على حين يكون فيهم بقايا نقصوا بالمقص الحواف نغمسها بالشوكولاتة الحين أوريكم وبعدين شايفين هنا شوية باقي بقايا نقصوا بالمقص العادي عشان نصير شكله ومرتب حتى تقدمونها كده تجنن بس مثل ما قلت لكم بالشوكولاتة بالحليب روعة روعة نغمسها بشوكا وننشيلها ونهزها وباقي شوكولاتة تكون برضو على الحمام المائي ناخد بس شوية رشينا شوية فول محمص فول سوداني محمص ونرتبها على ورق لما وندخلها طرعام ثلاجة تجمد وهذه هم الأحلى مناسبة لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب هذه الحين جبت فلينة بيضة فلين أبيض شايفين ولبسوا ألمنيوم فويل وحطينا مقلوب عشان نرتبه احنا كنا نعمل لزواجات هارم طويل عريب اللايك اللايك حطوا اللايك لا تنسونه وتابعوني كل يوم إن شاء الله كل يوم في أشياء حلوة وفي مفاجآت وفي ضيافة حلوة رح تعجبكم بإذن الله شايفين لما غزينا كيف شكله حلو ترى نغزي بسهولة بالفلين الله معاكم كل يوم تارو